موسيقى حملة 16 يوماً لمناهضة العنف ضد المرأة تختتم فعالياتها تحت عنوان ملهمة وهي جهد وتعاون مشترك بين مجلس الشباب السوري وصندوق الأمم المتحدة للسكان وجامعة المنارة في اللازقية فعالي اليوم اسمهم ملهمة وهي عبارة عن مجموعة من النساء السوريات ناجحات بعدة مجالات يحقق قصص نجاحهم بحيث يكون ملهمة للنساء الأخريات حتى يمشوا عادة درب ويأمنوا أنهم يحققوا النجاح مثل هيك وأكتر دائبة جامعة المنارة منذ تأسيسها لاحتضان هكذا فعاليات وأنشطة تنموية تعنى بالخضايا الاجتماعية إيماناً منها بالدور الفعال لعملية التنمية المجتمعية والدور المساهم للشباب في عملية التغيير وصناعات المستقبل رسائل داعمة للمرأة يقدمها مستفيدين ومتطوعين من خلال أنشطة مختلفة لتعكس الأسر الإيجابي لسقة الفتيات والنساء بأنفسهم فعاليات حملة 16 يوم مننفذها على الأرض بكافة مراكزنا الموجودة على أرض الوطن بتبلش أو هي عبارة عن عدة محطات ممكن من خلالها نعمل جلسات توعية حول ظاهرة العنف المنتشرة ممكن نعمل مرات معارض نحكي من خلالها عن أشكال العنف المنتشرة وكثير مرات ممكن نحن نسلط الضوء على العنف من خلال مقاطع نشرع بالوسائل التواصل الاجتماعي بما أنه وسيلة سهلة الوصول لكافة شرائح المجتمع هذه المحاولة هي تسليط الضوء على بعض التجارب بعض الشخصيات بعض نمازج الحياة وما رافقها من معاناة من عمل من جهد حتى وصلت صاحباتها إلى ما وصلنا إليه ربما يكونوا ملهمين لبعض الأشخاص أو لبعض الشخصيات اللي بيفتقدوا لهذا العزم اليوم المرأة بالعموم الأنثى بالعموم والسوريات بالخصوص هني اليوم بكل يوم عم بيفرجونا درس من دروس الإلهام هني كل يوم هني أبطال لقصة جديدة هني موجودين كتف بكتف مع الرجل حتى يكونوا هني يشكلوا من الصعوبات والمعيقات يحولون لأنجاز وهذا الإنجاز يكون إلهام لكتير أجيال نحن ممكن تمرق ملهمة عنوان يتجسد كل عام وعلى مدى 16 يوما تنطلق حملات توعوية لمواجهة كل أشكال العنف القائم على النوع الاجتماعي لمستقبل مرأة أكثر قوة وإشراقا